الله لا يحضر قوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أعرموا درجة عند الله وأولئك هم الفائضون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات يبشرهم ربهم بأموالهم بأموالهم وأنفسهم أعرموا درجة عند الله وأولئك هم الفائضون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله إن له أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإحوانكم أولياء لا تتخذوا آباءكم وإحوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإحوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتمها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربفوا حتى ياتي الله بأمره والله لا يهدد قوم لفاسقين لقد نفركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغنئ مقهنكم شيئا وضاقت عليكم الرضب بما رهبت ثم وليتم مجبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء لكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رخيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الخرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكي قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين حق من الذين أوتوا لكتاب حتى يؤمن الجزية عن يد وهم حاغلون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النفار المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله عني يوفكون اتخذوا أحبارهم ولهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واخدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفعوا نور الله بأفواههم ويعبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليرهره على الدين كله ولو كره المشركون